السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو راح أشرح لكم طريقة الدخول في وضع دي افيو مود وعمل ريستور من الجهاز بعد الدخول بوضع دي افيو مود طبعا كثير اللي عملوا الجل بريك علقت معهم على التفاحة أو علق جهازهم على علامة التفاحة طبعا السبب انه كان محدث جهازه من الاعدادات وبعد كده عمل الجل بريك احنا قلنا لازم انك تكون مسوي ريستور من الايتونز قبل ما تسوي الجل بريك الريستور طبعا من الايتونز عفوا ندخل على الايتونز الريستور اللي هو هذا الخيار استعادة الايفون طبعا قبلها اذا اضغطت استعادة الايفون راح يحذف لك جميع البيانات قبل ما تسوي استعادة الايفون تسوي نسخ احتياطي للجهاز من هذا الخيار بعد كده بعد ما تخلص النسخ الاحتياطي تختار استعادة الايفون هذه طريقة عمل الريستور للجهاز بعد كده تسوي الجل بريك الآن علق عليك الجهاز مثلا على علامة التفاحة الطريقة انك تضغط على زر الهوم زر الهوم هذا اللي تحت مع الباور كلها مع بعض لمدة 10 او 15 ثانية الى ان يطفى الجهاز بعد ما يطفى الجهاز تضغط زر الباور وتشغله طبيعي راح يشتغل معك لو ما ضبطت معك هذه الطريقة عندنا طريقة اللي هو اندخل بوضع الدي اثيو مود طريقة كالتالي الطريقة اندخل الجهاز بوضع الدي اثيو مود طبعا نفترض ان الجهاز احين معلق على علامة التفاحة تمام نبغط زر الباور مع الهوم لمدة 10 ثواني طبعا الطريقة هذه ما راح ترجع معك بياناتك عشان كده نقول قبل ما تسوي الجل بريك تسوي النسخ الاحتياطي اللي شرحت قبل شوي طبعا اذا علق جهازك على التفاحة سويت الطريقة الاولى اللي قلناها قبل شوي وما اشتغل معك الجهاز الطريقة الثانية خلاص ما راح ترجع بياناتك ما ركلا انك تسوي الرستور وتشغل الجهاز لو كنتم سوي نسخة احتياطية قبل ممكن انك ترجع بياناتك ما سويت نسخة احتياطية قبل كده بياناتك ما راح ترجع وراح يشتغل الجهاز جديد علق الجهاز على التفاحة الان سوينا الطريقة الاولى ما ضبط معنا الطريقة الثانية كالتالي ندخل الجهاز بوضع دي افيو مود نفترض الان انه على علامة التفاحة تضغط زر الباور مع الهوم اللي تحت لمدة عشر ثواني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعد كده تشيل عن زر الباور الان انا شلت عن زر الباور طبعا الشاشة توقفت عندي سودا تشيل عن زر الباور وتخليك ضغط على الهوم ما تشيل عن الهوم تمام الان الجهاز صار في وضع الدي افيو مود زي ما قلنا تضغط على زر الباور مع الهوم لمدة عشر ثواني بعد كده تشيل عن زر الباور وتخليك ضغط على الهوم ما تشيل عن الهوم الى ان تظهر لك هذه الرسالة ضغط موافق ما راح يشتغل معك الا هذا الخيار استعادة الايفون اللي هو الرستور تضغط على استعادة الايفون انا الان دخلت الجهاز بوضع الدي افيو مود عشان اشرح لكم الموضوع اطلع من وضع الدي افيو مود انا الان طبعا انت راح تضغط على استعادة الايفون لكن الان انا بطلع من وضع الدي افيو مود اضغط على زر الباور والهوم مع بعض لمدة عشر ثواني ستة سبعة ثمانية طلع معنا الجهاز من وضع الدي افيو مود والان يشتغل من جديد طريقة جدا سهلة وواضحة طبعا الاتونز عندك لازم يكون محدث على اخر اصدار كذلك الوصلة تتأكد انها تكون اصلية عشان لو حبيت تسوي نسخة احتياطية ويكون شغلك كلها تمام لكن ان الشرح يكون واضح وسهل اي استفسار هذا حسابي على تويتر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته